أمين حزب مصر العروبة سامي بلح بيقول اختراب ده من حاجز 25 ألف توكيل لترشح الفريق عنان تمام أنا بقوله زي ما الدكتور عبدالله سعيد بيقول أنه أول ما قال أنا هترشح سامي عنان فجأة فجأة لقيت الطيار الإسلام السياسي بكافت فروعه والإخوان والجماعة الإسلامية والأحزاب الأخرى المنبثقة منه زي حزب مصر القوية الجميع بيدعم سامي عنان يبقى الطيار الإسلامي إسلام السياسي الجماعات الإرهابية كلها قالت هندعم سامي عنان وكمان المعارضة الهاربة في الخارج كلهم بيدعمهم طبعا نشوفه كلام عشان ما يتقلش انه كلام في الهوى هيسم أبو خليل القياد الإخواني القانوني بيقول ايه بيقول ايه ليست خيانة للرئيس المنتخب محمد مرسي ولا خيانة للدماء الشهداء وحرية المعتقلين عجزنا وفشلنا اعتبروها بيقول ان احنا أمريكي بيد سامي عنان بيقول اعتبروها مرحلة انتقالية نستعيد فيها أنفسنا التي قطعت العب على المتناقضات سامي عنان ده مين اللي بيقول ده هيسم أبو خليل امبارع بالليل بعد اعلان سامي عنان بيقول اعتبرو المرحلة انتقالية نستعيد فيها أنفسنا يا اخوان لأن أنفسنا تقطعت العب على المتناقضات فرصة سامي عنان ده مين ده هيسم أبو خليل وجمل هيسم أبو خليل في تغريدة تانية بيقول ملاحظات على بيان سامي عنان مكتوب بصورة متميزة تريد ان توصل رسائل عن ملف الحريات وعلى قيمة الانسان اختيار المستشار هشام جنينة وحازم حسني ضمن فريق عنان زكاء مدهش يوصل رسائل عديدة عن محاربة الفساد واستدعاء السياسة نبرة قوية انتقرت بشجاعة ثم اختتمت بوصف السيسي مرشح محتمل ده مين ده هيسم أبو خليل عبد المنعم أبو الفتوح بسرعة ما كدبش خبر وقال يتعثر مرشح الرئاسة المعارضين للسيسي سامي عنان وخالد علي في الحصول على توكيلات نتيجة أجواء الخوف الذي بسته أجهزة الأمن في الوقت الذي تعمل الأجهزة لجامع عشرات الألف من التوكيلات للرئيس السيسي دون مبرر إلا إهانة والحط من العملية الديمقراطية التي يرى كبار المسؤولين أن شعب مصر لا يستحقها بيؤيد سامي عنان الجامعة الإسلامية برئاسة القيادة عاصم عبد الماجد عارفين وعاصم عبد الماجد إن ترشح الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة هو السيناريو الوحيد لإطاحة بيئة الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة وسنعمل على تفجير انتفاضة شعبية تنحز مستغلين ما يحدث في الانتخابات لإخراج السيسي من قصر التحدامين عاصم عبد الماجد الإخوان صحي تاني والجماعة الإسلامية صحي التاني الجميع صحي على صوت عزف كلمات سامي عنان بالأمس وهو بيغازل هؤلاء بوجود شام جنينة في هذا الإطار أيمن نور قال لك أنا كمان لازم أشوف لي شوفا أيمن نور مع اللي بيطبله بيطبل مع اللي برقص بيرقص بيان ترشع الفريق سامي عنان بداية جدية يصنعها رقم صعب في معادلة الانتخابات القادمة ده أيمن نور مندوح حمزة كمان بترشع سامي عنان تتغير موازين العملية الانتخابية حازم عبد العظيم لو تخيلنا مجرد تخيل انضمام خالد علي وشام جنينة وحازم حسني فريق سامي عنان الرئاسي دعم الشخصيات المعارضة في مصر من كل الطائرات الضغط اللازلات للانتخابات بتسوي توحد المعارض سنكون أمام معركة حقية بتستحق عمر علي حسن من أين ينفق السيسي على حملاته ودعايات الانتخابية يا سيدة لسه ما بدأش يا دكتور يا دكتور عيب ما يصحش دكتور عمار